السلام عليكم وأصعد الله أوقاتكم بكل خير إخواني وأخواتي الأكارم صراحة هاي المعلومات اللي أنا بدي أقدمها حاليا أنا اسمي ميسا عمر وبخلال هذا التسجيل الصوتي من خلال هذا الفيديو الأشخاص ذوي الطموح العالي والذوي الجدية غير من حياتهم حتى يكونوا أفضل في الأيام القادمة فإذا كنتوا من أصحاب الطموح العالي فأكيد هذا الفيديو في معلوماته رح يفيدكم أخوذي من كتب الأثرياء وأيضا كانت بجهد الأستاذ لؤي محمد نقلها لنا من خلال تدريبات الصباح أحبب مشاركتكم بها وهو السفير الملكي العراقي في أعلى رتبة بمشروعنا الذكي أول شيء مهم لتحقيق النجاح أنه الإنسان يعمل دائما بخطوات متسلسلة وحلقات متقاربة مربوطة معا يعني أنا مثال بقوله دائما أنه ليد وحدة لحالها ما بتزئف فدائما الإنسان بالتعاون بحقق نجاحات كبيرة وهذا الفرق ما بين مشروعنا الذكي والمشاريع التقليدية فدائما الصباح هو فيه البركة لأمك في بكورها أي في ساعات الصباح برمجة العقل برمجة العقل هي التي تعتمد عليها النجاحات فإذا الإنسان فعلا برمج عقله أنه سيكون ناجح فبنجي لقانون الجذب أنه فعلا سيكون ناجح أما إن برمج نفسه أنه سيكون إنسان فاشل وما في شيء بحياته حيزبط معه فأكيد رح يضل ماشي حسب ما هو بفكر وحسب ما هو بجذب لنفسه حتى أن التغيير هو عبارة عن سنة شرعية موجودة في القرآن الكريم يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا الإنسان نفسه واقتنع بنفسه أنه قادر أنه يتغير فأكيد أنه رح يقدر يتغير فضروري جدا أنه يقتنع أنه هذا المشروع هو مشروع ذكي وليس مثل المشاريع التقليدية أو ليس صفقة فلازم نكون عارفين أنه الصفقة هي معرضة للربح والخسارة وأيضا المشاريع العادية هي عبارة عن شراء أو بيع لسلع فقط وتنتهي بفترة مؤقتة ولكن المشاريع الذكية هي عبارة عن استمرارية في عملية الشراء وعملية البيع وعملية تسويق الفكرة هي عبارة عن علاقة مبنية على أسس راقية وأسس قوية وثابتة ومتينة تنبني مع الأيام وتبقى مع الأيام وتستمر لأوقات وأزمان متعددة فليست تنتهي بوقت معين أو ساعة معينة أو زمن معين وإنما هي مستمرة إلى ما لا نهاية فكم من إنسان يتمنى أن يغير من نفسه كم من إنسان يحب العلاقات الجيدة كم من إنسان يتحدث عن الأخلاق دين المعاملة الإنسان دائما يتحدث بأنه يريد أن يكون الأفضل يريد أن يكون العالم كله أفضل فلماذا لا نغير من أنفسنا ونغير ممن حولنا هذه هي صناعة البيع المباشر هي صناعة قوية صناعة محترمة مبنية على الأخلاق مبنية على القدوة ليست عبارة عن صفقة تجارية وتنتهي مبنية على الثقة هي مشروع يرتبط على قناعة قناعة الشخص الذي أمامي وقدوته هل أنا مؤثرة في الشخص؟ هل أنت متؤثر في الآخرين؟ هل أنت مثلا تحبي أن تنشري الخير للآخرين؟ هل تريد أن تبني علاقة الثقة معك ومع الآخرين؟ من منا لا يريد أن يفعل الخير في حياته؟ فالمشاريع الذكية هي بحد ذاتها قوية لأنها لا تتطلب الاستجداء من الآخرين والطلب منهم أن يأتوا للعمل في هذا المشروع أو في هذه الصناعة الذكية فمن أراد أن ينجح في هذا المشروع لابد أن تتوفر فيه الصفات المعنوية قبل الصفات المادية حتى ينجح في مشروعه لأنه سيتعامل مع جميع البشر مع جميع الأجناس من منهم سيقبل بهذه الفكرة ومن منهم لا يقبل هذه الفكرة لابد أن نكون نحن من نميز ونستطيع أن نعرف هذا الشخص مناسب لهذه الصناعة وهذا الشخص غير مناسب للصناعة من خلال أخلاقياته من خلال أمانته وقوته في طرح الفكرة التلبية المباشرة هي رحلة رحلة في كل مرحلة من ستار ايجنت وحتى كراون أمبسادور في هذه الأربعة وعشرين درتبة هي تعتبر رحلة في كل رتبة نمر من خلالها فإذن لابد أن الشخص يسأل نفسه هل هو مستعد فعلا أن يعمل ضمن جماعة ضمن فريق ضمن أنه يغير عقليته ويبرمج عقليته ويكون مرن للتعامل مع جميع الأشخاص هل هو مستعد أنه يتعامل مع مشروع يعتمد على الرافعة التي تجعل عملك يتضخم مع الوقت مع العالم مع الفريق الذي ستبنيه حول العالم وإذا أردنا النجاح في المشاريع الذكية أو في صناعة البيع المباشر لابد لنا من خلال عملنا مع فريق أن يكون لدينا مبادرة حتى نعرف فريقنا ونساعدهم ونحل مشاكلهم حتى ينجحوا وننجح معهم ما نكون ناس استغلاليين ننجح على حساب الآخرين بالعكس عملنا بيخلينا ننجح نحنا وننجح الآخرين معنا بالإضافة من ضمن الحلقات المتقاربة لتحقيق النجاح لابد أن تكون إنسان أو تكون حضرتك إنسانة بتحاب أنك تنجحي وتحقيقي أحلامك وتسعد نفسك وتسعد الآخرين معاك وتسعد الآخرين معك أنت أخي الكريم أيضا لذلك إخواني وأخواتي الأكارم النجاح في المشاريع الذكية يعتمد أولا على برمجة العقل فإذا نحنا افهمنا ماذا يعني المشروع الذكي فنحنا حتما سنكون ناجحين في مشروعنا نقدر نغير من أنفسنا لحتى إنه نكون عندنا مرونة وخلق وصبر للتعامل مع الناس فلازم نعرف إنه المشاريع الذكية تعتمد على عملية التضخيم للعمولات مع الفريق فلازم نعرف إنه في تحقيق تاركت معين لابد من تحقيقه لحتى إنه نحقق النجاحات إحنا وفريقنا بتمنى إنه يكون المعلومات أفادتكم مثل ما هي أفادتني حبيت أن أقولها لأي لكم وإن شاء الله بتكون فيها الفائدة والمنفع يعطيكم العافية